سؤال لو أن أحد الناس أن يشق إيجار واتفق مع المالك إنه هيجب مشكلة للشقة مقابل تقسيم ثمن الشقة بينهم مثلا مناصفة هل في حرم في هذا؟ الجواب الأصل أنه لا يحل مال مرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فإن طابت نفس المالك بذلك حقا فلا حرج أما مجرد الاستطالة بالامتداد القانوني لعقد الإيجار وحمل المالك عنوة على القبول بذلك قبول المضطر والملجأ فلا يحل كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه